السلام عليكم تعالوا النهاردة اقولوك شوية تركات في الخبز وهقولوكو ازاي تحولو الفرن العادي البسيط بتاعنا اللي موجود في كل بيت الفرن المخبز وتكون المخبزات معانا كلها موحدة في اللون كده زي ما انتوا شايفين زي ما واضح قدامكم ان العيش الفينو لونو موحد وشبه لون العيش الجاهز بالزبط وهنعملو كمان بنفس الطعم والطريقة وعملت معاكم قبل كده القرص وقلتلكو على سر برضو التسوية بتاعت المخبز وطلعت معانا بالجمال ده لونهم موحد وهشة وجميلة هتلاقوا الفيديو موجود في الفيديوهات الاخيرة طبعا بنغبز من غير ما نستخدم الشوية خالص تعالوا نشوف وصفتنا وتنسوش ان انتوا لو عجبكم الفيديو ده لكم تعملوا لايك وصلوا للفيديو الاكبر عدد من اللايكات طبعا لو شايفين ان الفيديو يستاهل وعملوا شير كتير واشتراكوا في القناة ويلا بينا بقى نبدأ اول حاجة كده في طبق العجل يكون طبق غويت حطيت كوبايتين ونص من المية تكون دافية وبعد كده حطيت عليها 4 معالق كبار من السكر واثنين باكو كده من الخميرة الباكو تقريبا بيكون معلقة كبيرة مليانة وهضيف كمان معلقة من الخل وهنقلب كويس كده لغاية ما نحس ان السكر خلاص ده بعد كده في المرحلة دي هنكون مجهزين كيلو من دي المنخول لازم نكون نخلينه قبل ما نبدأ عشان ده طبعا بيأثر في القوام بعد كده هنبتدي نخلط كده المكونات مع بعضها بادينا وبعد كده نبتدي ان احنا نعجن كويس جدا طول عملنا عارفين اني لازم العجينة علشان تكون كويسة لازم نعجنها كتير قوي ونضيع فيها مجهود كبير ان احنا نعجنها من 10 إلى 15 دقيقة او اكتر كمان انا هقول لكم على طريقة بسيطة جدا تخليكم متعجنوش العجينة الا دقيقتين تلاتة بالكتير وهتكون جاهزة معانا وهتكون حلو قوي هنا بعد ملميت العجينة كويس ضفت نص كباية من الزيت لازم نلم العجينة كويس ومنضفش الزيت في البداية علشان ده بيأثر القوامل فينو انا هنا كنت ناسية ان انا احط الملح مع الدقيق فانا حطيت دلوقتي نص محلقة صغيرة من الملح انتو ضفوها مع الدقيق وهنعجن كويس جدا لغاية ما نتأكد اني خلاص العجينة بقت تمام معانا هنلاحظ ان العجينة ما بقتش كده نعمة وسطح قبلس كده زي ما احنا عارفين فهي محتاجة انها تتعاجم تاني على اقل 15 دقيقة علشان توصل معانا ان هي تكون مش مجعدة كده فطبعا علشان نوفر جهد فاحنا هنسيبها ترتاح شوية 5 دقايق 5 دقايق وهنرجع للعجينة هلاقي ان العجينة ارتاحت ويبقى فيها عرق كده هيخلينا ان احنا نعجنها بكل بساطة وسهولة وهتتلمي معانا وتكون عجينة نعمة كده وحلوة ما فيهاش اي تجاعد بكل بساطة وسهولة يعني مش هتحتاج في المرحلة دي غير ان احنا نعجنها من دقيقة لدقيقتين بالكتير قوي هتلاقوها وسط معايا بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي مش محتاجين خالص ان احنا ناخد العجينة ونفضل نعجن فيها كتير على الرقابة ونهنك لنا في السنة يا جماعة طريقة دي بسيطة جدا يعني اجربوها وكده هترتاحوا في اي عجينة بتعملوها هنا بعد ما عدت تقريبا دية ونص او دقيقتين بقت معايا بالشكل ده بقت نعمة جدا وفي نفس الوقت ما تعبتش في العجن ولا اي حاجة خدت معايا وقت قصير في المرحلة دي بقى حنسيبها تخمر انا عن نفسي بحب قوي ان انا خمر العجين في الفرن بدا في الفرن شوية وبعد كده بحط طبق العجين بنغطي كده بفوتة مطبخ وبسيبه نص ساعة من نص ساعة لساعة هتكون خبرة معانا وباقي تمام اللي دا تقريبا ستتها ساعة الاربع وتضاعفته بقى حجمها كده زي ما انتوا شايفين هنلم بقى العجينة ونخرج منها كل الهوا اهم حاجة ان احنا لازم في المرحلة دي نكون دهنين ايدينا كده بداهنة بسيطة جدا من الزيت وهنلم العجينة كويس ونبتدي ان احنا نقطعها علشان نشكلها الكرات ندهن كده هنتزيد بسيطة عشان العجين طبعا ما يلزاش وهناخد نص كمية العجين وهنبتدي ان احنا نشكلها بالشكل ده اهم حاجة الجزء اللي احنا سايبينه على جم لازم نقطيع علشان نوشه ما ينشفش وهنبتدي بقى ان احنا نقطع كده كرات قد بعضها حاولوا على قد ما نقدروا انا استخدمت القطعة دي عشان تسهل علي يعني ان انا نقطعها ممكن تاخدوا كده من القطعة وتشكلوها كرات عادي جدا يعني حبتدي دلوقتي اخد كل قطعة وعملها على شكل كورة كده اهم حاجة ان احنا نقفلها كويس بالشكل ده ونبروها كويس جدا وهيخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة كده اشتركوا في القناة بعد ان منتخلص كلскимية بنغطيها كلها ونضيها اسم من طبق نضيف Inseric incapable تصريح الكابس ونحضر راحية البيانات ونضغط البيانات الزيت دهنة بسيطة جداً ما نزودوش كمية الزيت خالص يعني هما نقطتين كده بندهن بهم الصيني وخلاص كده بقى هنبتدي ان احنا نشكله ونبدأ بأول كرة عملناها بتكون ارتاحت هناخدها بقى كده وطبعاً دهنين برضو بسيط كده من الزيت وإيدينا برضو شوية من الزيت علشان تسهل علينا ان احنا نفرد من غير ما العجينة تقدر تلزق كده في إيدينا وفيه كمان السطح اللي بنفرد عليه هبتدي بقى انت نفردها كده مش محتاجين خالص ان احنا نستخدم فرادة عجين او مردانة او اي حاجة من الكلام ده بفردها بأدية وبعد كده ببرمها وبقفلها بالشكل ده طبعاً علشان العيش ميفتحش معانا وقت الخمس وبتكون معايا بالشكل ده طبعاً حابيني ان تكون صوابع العيش اكبر من كده فاكبروا التقطيع وهبتدي ان انا أرصها كده في الصاج وهعمل واحدة تانية معاكم وهفردها بالشكل ده كده ونبتدي ان احنا نبرمها طب ايه فايدة البرم ده علشان يكون شكلها زي الجهز وطعمها كمان واني الرغيف ميفرشش في الصاج البرمة دي بتساعد ان الرغيف لما بييجي ينفرش ينفرش لفوق مينفرشش بالعرض يعني وللاقي ان الرغيف يتفرش معانا في قلب الصينية هنا عملته بالشكل ده كده ولازم نقفل كويس علشان ما يفتحش معانا في وقت الخمسة وطبعا بنحط المكان اللي احنا قفلناه بصوابعنا بنحطه تحت علشان ما ندهوش اي فرصة ان هو يفتح معانا في وقت الخمسة برضه هنا ملفه وببرومها كده بالشكل ده ونقفلها كويس بصوابعنا وبعد كده نرص بقفل الصينية حاول ان انتوا تبعدوا كده المسافات بين كل صباح والتاني علشان طبعا هينفش جوه الفرن عملت صاق تاني ودي كانت الكمية اللي طلعت من كيلو دقيق وهبتدي بان انا اسيبهم يتخمروا كده في فرن يكون دافي نسيب العيش يخمر نص ساعة فقط يعني لازم تكونوا زبطين منبه او زبطين طيمر بتاع البتجاز نفسه او الفرن علشان ما تزيدش المدة عن نص ساعة ابدا بعد ما بيكون اختمر كده انا طبعا باخد اول صاج انا شكلته بيكون هو اختمر قبل الصاج التاني باخده بخبزه هو الاول الخبز بقى اللي هيدينا نفس لون المخابس بالزبط وكمان يدينا نفس الهشاشة ان احنا بتسخن الفرن لمدة عشر دقايق على درجة حرارة عالية جدا ممكن كمان نشغل الفرن تحت وفوق يعني الشواية والفرن تحت وبعد كده نطف الشواية خالص مش محتاجينها في الخبز خالص وهندخل الصينية في الرف العلوي زي ما انتم شايفين كده وهنقفل الباب وهنسيبها عشر دقايق نصب الطايمير المتجاز أعلى عشر دقايق هتكون معانا بالشكل ده ممكن نضير كده في نص التسوية نضير الصينية لو فيه جنب حامي وجنب هادي في الفرن بأكد عليكم ان انا مش باستخدم الشواية واللي بنوره في الفرن دي دي اللم عشان في الفيديو بتاع القرص اللي فات كانوا فيه ناس مفتقرين ان انا مش عغلة الشواية فوق انا مش عغلت الشواية ابدا لأن التسوية في الرف العلوي ما بتحتاجش الشواية خالص احنا بنعتمد على اني الفرن سخنة اصلا واني الفرن فوق قريبة قوي من العيش فبتكون اصلا سخنة فبتحمر معانا العيش وبيكون لونه متناسق كده وموحد من جميع النواحي احسن بكتير من اللون اللي احنا بناخده من الشواية وبيكون معانا بالشكل ده هش وخفيف وجميل وبجد حاجة كده في منتهى الجمال والروعة اول ما هيطلع معانا العيش هنحاول ان احنا نغطيه علشان يكون طريق اكتر وبيكون معانا كده كل الكمية خلاص جهزت وشايفين من جوه كده مبروم زي اللي بنشتري من بره بالظبط وعايز اقولكم انه هو هش وخفيف جدا وطريقة التسوية دي بجد حلوة قوي جربوا الطريقة دي وهستنى لاقيكم وما تنسوش ان انتوا لو عجبكم الفيديو انقوموا تعملوا اللايك وشير واشتراك في القناة ومع السلامة